السلام عليكم وخاصة وزارة الداخلية فيما تقدمه من خدمات لرعاية زوار الإمام الحسين عليه السلام والآن ونحن نقترب من ذروة هذه الزيارة والملايين الذين دخلوا زوارا إلى بلدنا بحاجة إلى جهد جميع الوزارات ولذلك كان هناك توجيه لجميع الوزارات في أن تبذل أقصى جهدها خاصة في مسألة نقل الزوار بعد انتهاء الزيارة سيكون هناك زخم كبير هذه السنة بعد سنة كورونا وغيرها من الأحداث شهدت أعداداً هائلة دخلت بلدنا في هذه الزيارة ولذلك نحن بحاجة إلى مزيد من الجهد والعمل لرعايتهم وتدبير نقلهم عبر مؤسساتنا هذا التوجيه صدر من سيد رئيس مجلس الوزراء في أن تستنفر الوزارات كافة جميع إمكاناتها لنقل الزوار إلى بلدانهم خاصة من كربلاء بعد الذروة هذا التوجيه تم وإن شاء الله الجميع يعمل من أجل هذه المناسبة وإنجاحها على جميع المستويات أمنياً ولوجستياً وغير ذلك في موضوع آخر كان هناك حديث للأستاذ مهدي رشيد الحمداني وزير الموارد المائية عن واقع الشحة المائية والموسم وغير ذلك وتحدث وأوضى بمعلومات مهمة لمجلس الوزراء وعلى إثر هذا الطرح تمت مناقشته وكان هناك موافقة على قرار المجلس الوزاري للطاقة في أن تقوم وزارة الموارد المائية بتحديث الدراسة الستراتيجية لموارد المياه والأراضي في العراق لكي تواجه وتتمكن من وضع آليات لمواجهة المتغيرات المناخية كان هناك أيضاً توجيه بالصدد نفسه من السيد رئيس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة مستشار في رئاسة الوزراء وعضوية وزارة الموارد المائية وأيضاً وزارة الزراعة لدراسة موضوع الشحة المائية مؤشراتنا للشحة المائية تظهر في هذا الشهر في أيلول وأيضاً في شهره داعش في تشرين الثاني من المتوقع حتى الآن أن تستمر هذه الشحة المائية للموسم الرابع على التوالي وهذه معضلة حقيقية واجهناها واتخذنا تدابير وقرارات كثيرة بصددها لكنها ما زالت قائمة ومن المتوقع أن تستمر لذلك يجب أن تكون هناك تدابير صارمة في مواجهة مسألة الشحن المائية وبحث الخطة الزراعية واستخدام المياه الجوفية مرحلياً في الزراعة والاكتفاء باستخدام المياه السطحية لمسائل الشرب والاستعمالات المنزلية وغير ذلك وهذا الموضوع طبعاً يعاد النظر فيه في كل مرة خاصة مع المؤشرات في شهره داعش القادم حينما تكون هناك مؤشرات إيجابية تتغير السياسات المائية فهذه اللجنة ستضع توصيات في هذا الموضوع حسب توجيه السيد رئيس مجلس الوزراء في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة كان هناك قرار يخص محافظة نينواء هذا القرار يقضي بإحالة مشروع تجهيز وتنفيذ وتشغيل خطوط شبكات مجاري المياه مع محطات الجانب الأيمن في الموصل هذه الإحالة أعتقد قرار مهم في هذا اليوم من مجلس الوزراء لكي نقدم إلى الموصل ومعروف ما حدث بالموصل هذا المشروع هو حيوي وخدمي للناس هناك تخذ فيه القرار هذا اليوم أيضا هناك قرار في محافظة واسط كان هناك نقاش عن موضوع إنشاء مركز تسويق حبوب بمعنى سايلو في هذه المحافظة واتخذ القرار هذا اليوم في مجلس الوزراء وتتولى في ضوء هذا القرار وزارة المالية تمويل محافظة واسط بمبلغ ملياري دينار عراقي لإنشاء هذا السايلو قريبا إن شاء الله فيما يتعلق بوزارة الشباب والرياضة كان هناك إقرار لتوصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية في قضية مشاركة الأندية الرياضية النفطية في البطولات الخارجية وكأيضا زيادة التخصيص المالي لنادي الزوراء الرياضي ونادي الميناء فكانت هناك موافقة حقيقة على إضافة 500 مليون دينار عراقي لكل نادي من الأندية النفطية هذا المبلغ يمكنها من إنجاز المشاركة في البطولات الخارجية وأيضا زيادة التخصيص المالي لنادي الزوراء والميناء بمقدار مليار دينار لكل منهما أخيرا كان هناك تخويل لرئيس هيئة الاستثمار بصلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية هذه الاتفاقية تشجع وتحمي الاستثمار بين جمهورية العراق وبين دولة قطر تتولى هنا في هذا المضمار وزارة الخارجية في أن تعد وثيقة التخويل هذه وهي وثيقة لازمة باسم حكومة العراق لكي ينفذها ويوقعها رئيس هيئة الاستثمار شكرا جزيلا